يعني نفعلها ونساهم في تخفيف هذه الظاهرة الخطيرة برضو من ظاهر الإعلام الرياضي فكرة الاستسهال للأسف في الفابركة في الفابركة تنسب لحد حاجة وإحنا مش واخدين بالنا إنه مبدئياً الأمر بيتعلق بلاعب بمستقبله بإعلاقته بجمهوره فواحد من ضمن الناس وبعدين دلوقتي أنا أعني زهول حاجة للزملاء خدوا بالكم كان الأول التجذيب صعب كنت أكتب خبر ممكن مش صحيح على ما النادي المعني أو الاتحاد المعني أو الطرف المعني يبعى التجذيب ما يتنشرش ولما يتنشر يتنشر مبتور ويتنشر بشكل ملتف دلوقتي خدوا بالكم إنه وسائل التجذيب والتجريز سهلة بمعنى أن أنت تكتب على لعب فلاني الفلاني كذا أو تطلع في برنامج تزيح خبر كذا أو على اليوتيوب تقول كذا فجأة يروح طلع لك اللعب بتويت أو بكلمة يكشف لك المستور فيبقى شكلك وحيش قوي عشان كده ده رقيب ذاتي فوري ده حد بيرد عليك في لحظتها عمار حمدي لعب الأهل الصاعد الواعد العقد للأهل من تجربة إعارة كانت موفقة جدا كان ضحية مثل هذه الممارسات الصحفية فجأة تلاقي كتير من الجرائد والمواقع عمار حمدي غطبان عمار حمدي بيشترط أنه يلعب عمار حمدي زعلان أنه رجع عشان يقعد عمار حمدي وكهربا وتحط في جملة كتيرة مترددة في كل المواقع تقريبا والجرائد الفترة الأخيرة عمار حمدي يصير الجدل بعد استبعاد من مواجهة أمبي أثار عمار حمدي ده الوطن الجدل بعد استبعاد من مباراة فريقه واللي كذا وكذا وكتب ستوري قال اللهم إني فوضت إليك أمري فاكفيني بعدها ربطت الجماهير في تعليقاتها بين أنه هو بيدعي أو بيقول دعاء ديني بين أنه هو غطبان وزعلان الشروق برضو قالت نفس الحكاية تحذير العمار الأهل يغلق ملف التعاقد مع إبراهيم عادل وشادي صعوبات في صفقة بسام ومسيماني وتحذير العمار أمر ردد عمار بنفسه مدام الأمر كده كتب عمار حمدي في تويتب بإسمه بقى على حسابه الشخصي قال بسم الله الرحمن الرحيم الكلام المنتشر في الفترة الأخيرة عشان أنا مش بشارك في المباريات وإني بعطرد على النادي الآلي وبتشرط عليهم بكلام الكلام ده مش صحيح أنا بكتهد وسايب الباقي على ربنا أنا تحت أمر النادي في أي وقت ومش ممكن أتشرط والكلام ده لإني من أبناء النادي وقبل ما أكون لعب فأنا بشجع الأهل من صغري وبحبه جدا وبشكر كل جماهيره لأنه هم السبب بعد ربنا سبحانه وتعالى مهما تكلم عنهم مش هقدر أديهم حقهم كلام جميل الراجل بوعي ونضج وربما سمع صوت عاقل بيقول له لا ما تسيبش الأمور كده يطلع وضح قال هذا الكلام عسابة براهيم الموضوع مش كده الموضوع ما هو أنت لازم حيبق فيه لعيب مش في التشكيل لحيبه الأول محمد محمود برضو نفس المواض أنت عمالين يلعبوا على اللعيب اللي مش هيشارك إزاي اللي بوعي لنا دي طب ما هدي مستحيل دايما هتلاقي لعيب مش هيشارك هو تلعب كم ماتش ده تلعب ماتشات السوبر والكاس والماتشات اللي ديها النزلي كلها شاركت فيها فإنما كل مرة تلعب لعيب برا التشكيل هتشتغل كده لعبتنا لازم تدرك أنه ده أهو ده خطاب كراهية لا طبعا لأنك أنت بتقلب لعيب بتحبطه بتوتره تخلق له أزمة معنا دي ومعجة مهيره فحيردوا عليك بالمقابل أنت كمان شباب بقى قدام بعضه بيتعامل كده لابد أن الناس المسؤولة تتوغل في هذا الأمر وتوصل تشوف مين يبيعمل الكلام ده لأن ما يصحش إحنا إحنا حتى مش بنعلم لعبتنا إزاي تلعب كرة وتحترفها هذا ليس سلوك محترفين بالظبط الكلام إن أنا لازم تلعب أساسي وعشان كده أنا كنت بقول من كام يوم بلاش مقارنة لعيبة الأهل ببعضها مين يلعب ومين يقعد ده أسوأ ما يقدمه الأهلاوي إن يقول هذا الكلام في فرقة بتتكون من عدد معايم اللعيبة الجهاز الفني وإدارة الناجي شايف أن دول لازم يكونوا موجودين بالظبط عشان نكسب البطولات وخلي بالك أي لعيب لازم يفهم إن أنا ما جيب له لعيب قوي جنبه أنا بفيده في مستقبله لأن المجسد بطولات هو قيمته بتعلى هو بياخد فلوس هو بياخد ميداليات هو بياخد تاريخ فاللعيبة بيساعد بعضها كتر اللعيبة لازم اللعيبة ترحب بيه لأنه ما جيب لكه اللعيب كويس أنا بساعدك إنك تكسب بطولة فده لازم من الناس تفهم ماذا الكلام ولازم المسؤولين بقى في وسائل السوشيال ميدي أو أي وسائل إعلامية أخرى في الصحافة اللي ابتدت تجرجر لهذا الكلام لا مش من حقوقوا أبدا إنكم تتصيدوا الناس بالإشعاعات زي ما مش من حقوقوا أبدا حتى الكيل بمكيلين اشتركوا في القناة